بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علي سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الطلبة سندرس في هذه الشريحة الفروق الخلفية والآن لنشرح الفروق الخلفية بادي أن يبدأ على الجدول ثم نعطي العلاقات التي توضحها لنضع الدالة التجربية هنا للمعطاء X و F X X0, F X0, X1, F X1, X2, F X2, X3, F X3, X4, F X4 للحصول على الفروق الخلفية من الدرجة الأولى نقوم بعملية تالية نطرح F X4 من F X3 فنحصل على نيبلا F X4 ثم نقوم بطرح F X3 من F X2 فنحصل على ما يسمى نيبلا F X3 ثم نقوم بطرح F X2 من F X1 فنحصل على نيبلا F X2 ثم F X1 من F X0 فنحصل على نيبلا F X1 وبالتالي نحصل على الفروق الخلفية من المرتبة الأولى الآن للحصول على الفروق الخلفية من المرتبة الثانية نقول نيبلا F X4 ناقص نيبلا F X3 فنحصل على نيبلا تربية F X4 نيبلا F X3 ناقص نيبلا F X2 فنحصل على نيبلا تربية F X3 لأن نيبلا F X2 ناقص نيبلا F X1 فنحصل على نيبلا تربية F X2 وبالتالي نكون حصلنا على الفروق الخلفية من المرتبة أو الدرجة الثانية للحصول على الفروق الخلفية من الدرجة الثالثة نقول نبلة تربية FX4 نائس نبلة تربية FX3 فنحصل على نبلة تكعيب FX4 نبلة تربية FX3 نائس نبلة تربية FX2 فنحصل على نبلة تكعيب FX3 وبالتالي نكون قد حصلنا على الفروق الخلفية من المرتبة الثالثة للحصول على الفروق الخلفية من المرتبة الرابعة نقول نبلة تكعيب Fx4 نائس نبلة تكعيب Fx3 فنحصل على نبلة أس أربعة على Fx4 وبالتالي يكتب معنا بناء الجدول أهم شيء في الفروق المحدودة هو سواء كانت الأمامية أم الخلفية الحصول على الجدول بالطريقات المناسبة طبعا واضح أن طريقة بناء جدول الفروق الأمامية وجدول الفروق الخلفية نفسها تمام اتنينة بيعطوا نفس الجدول تمام اللهم إلا الرموز تختلف فقط في جدول الفروق الأمامية كنا نستخدم الدلتا في جدول الفروق الخلفية نستخدم النبلة طبعا واضح كما ذلك الأمر أنه في جدول الفروق الأمامية المهم بالنسبة لألي هو هذا السطر أما في الفروق الخلفية فالمهم لألي بأن يكون هذا السطر السفلي الآن ممكن أن أشرح هذه الأشياء بالعلاقات التالية نعرف الفروق الخلفية من المرتبة الأولى بالشكل نبلة FXI يساوي إلى FXI نائس FXI نائس واحد حيث الـ IN نائس واحد حتى الواحد وكذلك الأمر الفروق من الدرجة السنين نبلة تربية FXI ما هي إلا نبلة FXI نائس نبلة FXI نائس واحد أو التي تعطى بالعلاقة التالية حيث الـ IN نائس واحد حتى الاتنين الفروق من المرتبة التالية نبلة تكعيب FXI هي نبلة تربية FXI نائس نبلة تربية FXI نائس واحد والـ IN نائس واحد حتى الـ 3 أو التي تعطى بالعلاقة التالية كذلك وبصورة عامة فإن الفروق الخلفية من الرتبة K يمكن أن تعطى بالعلاقة من الشكل نبلة FXI يساوي إلا نبلة لنبلة USK نائس واحد لـ FXI حيث الـ IN نائس واحد حتى الـ K أو بالعلاقة التالية نبلة USK FXI يساوي إلا المجموع من G يساوي الصفر حتى الـ K توافيق من G لـ K سالب 1SJ FXI نائس G إذا هو بالتالي نكون قد حصلنا على الفروق الخلفية تجد الإشارة إلى أن جميع خواص الفروق الأمامية تبقى نفسها من أجل الفروق الخلفية بعد استدال مؤسس الفروق الأمامية اللي هو كان دلتا بمؤسس الفروق الخلفية اللي هو نبلة وبالتالي أما جدول الفروق الخلفية من أجل N تساوي إلى الأربعة فيمكن أن أضعه بالجدول التالي اللي هو عبارة عن أولا قلنا نضع الدالة X وFX الدالة التجربية اللي أعطين إياها X0 FX0 X1 FX1 X2 FX3 FX3 X4 FX4 ثم أقوم بحساب الفروق من المرتبة الأولى FX4 FX3 FX3 FX2 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 FX1 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 FX0 كذلك فنكون قد حصلنا على الفروق الخلفية من المرتبة الأولى الحصول على الفروق الخلفية من المرتبة الثانية نقوم بطرح هذا من هذا هذا من هذا هذا من هذا وهكذا الفروق من المرتبة الثانية نكون قد حصلنا على الفروق من المرتبة الثالثة أيضا من نفس الأسلوب والفروق من المرتبة الرابعة وهكذا ويكون تشكل لدينا جدوى الفروق الخلفية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته